اشتركوا في القناة التي تبذلها الوزارة لتفعيل عمل الصندوق واستعادة مقراته في عموم المحافظات وتوسيع نطاق عمله وتمكينه من تنفيذ المشاريع المناطبها ووجه اللواء الزويدي رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالعمل مع الشركاء الدولي لتمكين صندوق الرعاية الاجتماعية من القيام بدوره في نطاق اختصاصه وفي مقدمة ذلك إعادة مشروع الحوالات النقدية الطارئة الممول من منظمة اليونسيف إلى الصندوق التقع عضو مجلس القيادة الرأسي اللواء دروس الزبيدي محافظ محافظة لحق اللواء أحمد عبدالله تركي واستمع اللواء الزبيدي خلال اللقاء الذي حضره مدير أمن محافظة لحق اللواء صالح السيد من المحافظ تركي إلى شرح موقز عن مستجدات الأوضاع في محافظة لحق وسير عمل السلطة المحلية فيها وجملة الصعوبات التي تواجهها وأكد اللواء الزبيدي على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها محافظة لحق لدى مجلس القيادة الرئاسي باعتبارها العمق الاستراتيجي للحاصمة المؤقتة عدن مشددا على السياق على ضرورة تكثيف الجهود خلال المرحلة القادمة فيما يخص تعزيز الجانب الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية من خلال توفير البيئة الجاذبة للاستثمار شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء دروس الزبيدي على همية الارتقاء بعمل الإعلام الرسمي وتطويره ليواكب المتغيرات المتسارعة في مجال الإعلام وتقنية المعلومات جاء ذلك في لقائه مع نائب وزير الإعلام حسين باسليم الذي يطلعه على واقع الإعلام الرسمي والجهود المبذولة لفتح المؤسسات الإعلامية التابعة للوزارة وصيانة مقراتها ورفضها بالمعدات الحديثة لاستئناف عملها من العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات وجدد اللواء الزبيدي تأكيده على عودة كافة وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقرؤة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن وفي مقدمتها إذاعة وتلفزيون عدن التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء دروس الزبيدي نائب وزير التعليم الفني وتدريب المهني عبد الربو غانم المحولي واطلع الزبيدي من المحولي على جملة الصعوبات التي تواجه قطع التعليم الفني والتدريب المهني واشدد الزبيدي على سرعة تفعيل قطاع التعليم وعقد ورش العمل العلمية لتحديث مناهجها الدراسية وكذا يعادت تأهيل المعاهد والورش الفنية التابعة للوزارة بما يضمن مواكبة هذا القطاع للتطورات المتسارعة علميا وتكنولوجيا وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماع له بالعاصمة المؤقتة عدم برأسة القاضي محسن بن طالب على الطلب المقدم الرئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الأعوش بشأن تشكيل عدد من الدوائر في المحكمة العليا على أن يتم استكمال بقيتها خلال الفترة القادمة وكلف المجلس وهيئة التفتيش القضائي بأعداد تقرير شامل لسد الشواغر في جميع المحاكم والنيابات في مختلف المحافظات المحررة مشددا بهذا الصدد على ضرورة تفعيل العمل في المحاكم والنيابات والانضباط فيها وتعزيز دورها لما في خدمة المجتمع ارتكبت ميليشيا الحوث الانقلابية المدعومة من إيران مئة وخمسة وسبعين خرقا للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز والضالع وسعد والجوف ومأرب وتصدت قوات القيش والمقاومة لأربع محاولات التسلل نفذتها مجامح حوثية مسلحة فيما تنمعت بقية الخروقات بين إطلاق للنار على مواقع القيش في الجبهات المذكورة بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيرة المفخخة ونتج عنها استشهاد خمسة من أبطال القيش وإصابة ثمانية آخرين الموقز انتهى أنتم الوطن بخير في أمان الله اشتركوا في القناة